اتا اهلي بيحزن سمعنا استيس توني ناصر بيقول انه المدارس الكاتوليكية الخاصة تقريبا بلشت عامة دراسية بشكل كتير منيح المدارس الرسمية كتير تأخرت نعرف كل الامور والظروف اللي رفقت هذا التأخر اليوم الامتحانات الرسمية تحددت وقديش هالطلاب قدروا يكونوا محاصلين اللي لازم يحصلوا من كيفيات معارات ليخضعوا لاختبارات تأمن مستوى يعني اذا بدنا نحكي عن واقع التربية اليوم للأسف انا بقول نحنا كشعب لبناني عم نعاني من إبادة إبادة هي تربوية بديك تضرب الشعب بتضرب التربية بتضرب التعليم ضرب التعليم ما بقى عنديك مواطن ما بقى عنديك حكيم ما بقى عنديك مهندس نضرب الفكر يعني الشعب إذا بدي أحكي بشعب وقت اللي عم بحكي بثقافة وقت اللي عم بحكي بتفكير مات صار في عنا موت ثقافة موت فكرة قبل ما يكون في عنا موت جسدة فهيدي الطريقة يلي صارت يلي الشعب اللبناني عاشا إنه نحنا كان لبنان واقف إذا بدنا نقول عنا ثلاث أعمدة أساسية يلي هن التعليم القطاع المصرفي والاستشفائي والسياحة كمان إذا بدنا ناخد كمان أربعتهم هلأ ضربوا بس أهم شي هو وقت اللي بينضرب القطاع التربوي مأنه وقت اللي منروح القطاع التربوي بياكل هيدا الكفل كبير ومتل ما قلت في عنا المدارس الخاصة ماشية ماشية وكتير منيح وما عندها ولا أي مشكلة بالسنة الدراسية يمكن ماشت حالة شوي عطت الأهل ساهمه دفعت شوي دولار للأساتز يعني كانوا بيوضع قادرين يروحوا على المدرسة هن والتلميذ في منهم نوقفوا أربعة أيام بس بدنا نقدر نقول تقريبا كان في عنا سنة دراسية طبيعية عم نلملم فيها خسائر سنتين سنتين يعني أطع سنتين كان فيهون كتير خسائر التعليم الرسمي وللأسف بعتقد ما قدر ألع الدولة ما كانت أدى المسئولية وما قدر تقامد بتعليم مزبوط وراحنا على امتحانات رسمية دكتور هيدا وصلنا للامتحانات الرسمية الامتحانات الرسمية بهالوضع هيدا هلأ اليوم هي ضرورة ضرورة بأنه ما عملنا قوانيا يعني كان منا للأسف مثل كل شي النواب ما عملوا شغلون ما شرعوا ما صار فيه تشريع يعني نحنا التعليم من بعد بلبنان بعد من شرعي ما فينا نقول نحنا علمنا من بعد الإفادات مش عم بيكون ما عم بيقدر يعترفوا فيها فالامتحانات الرسمية السنة هي ضرورة وهي حاجة لا مستقبل التلميذ للشهدات من أنه حتى ما قدروا يروحوا أنه يعملوا قانون يشرع أنه يكونوا عم بيعتمدوا على نقط المدرسة ويعطوا شهدات لو راحوا لهيدا الحل ممكن كنا بحالة أفضل كان كل ولد لنقدر نرجع على النورمال هلأ السنة شو عملوا عطوا الامتحان إذا بدي أقول خففوا منه خففوا مواد مناهج يعني المواد اللي نزلي هلأ بالامتحانات متل ما بنعرف كتير قليلة هل هي كافية لتخلي المستوى بالمطلوب هيدا اللي عم بقليك هي مش للمستوى هي بس للتمرير هي للتمرير نعم بأنه أنا إذا بدي أحكي كمستوى أنا بدي أخذ المنظومة التعليمية كيف بتمشي أنا بدي حط مهارات كفايات بدي حط مواد بدي أشتغلهم وبدأكون عم بعمل أنا التقييم بطريقة علمية نعم شوف شوف فاهم شو بيعرف يعمل أكتر من أنه أدي كمية الأمور يلي هو درسة حتى منلاحظ هلأ الطلاب يلي كان عندهم تلميذ يلي كان عندهم ينقوا بالخيارات طبعهم بيّن شو المواد يلي هن بيحبوها يلي هي بتاعت نقط والمواد يلي بعدوا عنها وما بتاعت نقط بس الامتحان الرسمي متل ما عم بيصير بيشكله هلأ منه تربوي ما بيناسب ما بيتناسب مع ولا أي نظام تربوي هو فقط لتمرير شكلي للسنة بنقول عملنا يعني امتحانات وخلصة السنة مش بس مش لنقول بس عملنا امتحانات هو ضرورة لا يكون معهم الشهادات الشهادات أنا أعطيون هالشهادات ورقة ورقة فاضة يعني حتى فارغة من المضامين الفكرية هيدر إيه بادر اللي حكيتي عنا بالأول كدل عم بحكي عنا كدل عم بحكي عنا بأنه كان فينا نروح يعني كدل عم نحافظ على الشكل بس المضمون فارغ للأسف يعني بالعكس عم نقول عم نساهم بالدمار الشامل اللي عم نعاني منه بكل بكل المطارح يعني حتى هلأ ما فينا ننكر أنه الامتحانات الرسمية هي مدخول مادة يعني في جهات من حادف على مصداري في ليجان بده تقبض إذا عملنا الامتحانات الرسمية رحنا في أشخاص في إفادة يعني في إفادة مادية لأشخاص كتير هني رح بيكونوا مستفيدين نعم الطلاب رح يستفيدوا معنوا رح ياخدوا الشهاداتهم الشهادات رح بيكون تمنى يمكن أسبوعين ثلاثة درس بس حتى هيدا الشهادات اللي عم تنعطى بتعتقد أنه التلميذ راح من أيلول لشهر أيار على المدرسة بطريقة منتظمة عطى اللي يمكن شهر على عيد الميلاد كانت هي العطل الزادية اللي هي أسبوع وأسبوعين في ينعطالوا نفس الشهادة لتلميذ راح شهر أو شهرين وهيدول التلميذ كلهم بلبنان عم بيخضعوا لنفس الامتحان صحيح يعني هون فيه إشحاف وظلم عم بيطال فئة يعني عم نحكي كل الفئات مش فئة دون أخرى يعني لا اللي بلش كل السنة تعلمها ولا اللي فات من نصها ووصل لهون يعني الاثنين مظلومين كلهم مظلومين يا اللي فات من الأول أنه كان بيحق له يكون عنده شهادة أنه يكون مثل ما هو عمل سنة كاملة تكون شهادته إلى قيمة نعم ويخضع لأمتحان مش بالآخر أنه درست كل شي أنا كل السنة وبالمدرسة تعابوني وبرج الآخر بدأت أخضع لأمتحان شكلي حرام ياللي ما حضر السنة كمانا أنا عم بعطيش هادة بس أنا عم بعطيش هادة فارغة يعني كي بديك تقول الدولة عملت بشوتاج للتلميذ يلي نحنا تربويا منقول ما بيسوى البشوتاج ممنوع ممنوع ما بيسوى منه تربوي أنه نحنا قللوا نحنا رح نعملكون هالبشوتاج الصينة درسوها وطعو منسماع لكونيه ومنعطيكم شهادة وهيدا أول مرة بالواقع التربوي يجوز يعني التلميذ عليه أنه يخزن كل اللي يزم ويجي بالنهية يخضع لأمتحان حتى مش تخزين نحنا ببناء الإنسان بنشتغل على بناء الزكاء التفكير وعلى المهارات يعني أنا أكتر ما بيهمني أنه يكون التلميذ يلي بدي أحكي هوني بصف الأوبويت تعطي مثلا اللغة العربية بيعرف علم الصرف وعلم النحو أنا بيهمني يكون يعرف إذا عم بيحكي مع شخص يعرف يحكي مظبوط أما إذا عم بيكتب عم بيكتب مكتوب عم بيكتب طقية يعني هوني مش تخزين اكتساب اكتساب مهارات أكيد أنا بدي أعرف إذا أنا بدي أتواصل معي كأنه هي اللغة لشو للتواصل يعني بنهاية إذا أنا عطيتهم مخزون كواعد أو مخزون شو بدون يعملوا فيهم هيدولي مرحب يعزون أنا بدي يعرف يحكي صح للتطبيق يعني يحكي صح يكتب صح وهي دي هي مهارة مهارة التواصل مهارة حتى المات اللي بيدرسون كل بيدعى كل مرة سنين بيدرسوا هي أصعب مادة الرياضيات بالآخر المهم منا شو منستعملوا نحن بحياتنا اليومية نعرف نحسب نعرف إذا بدنا نكون منطقيين يعني نحن اليوم عم نعاني من قلة المنطق من الله منطق اللي بالحساب بنعرف أنه الواحد والواحد بيساوي اثنين إنما اليوم بحسابات هيك العالم المحيط فينا عم بتكون المعادلة اللي مختلفة معادلة كتير مختلفة كل الشي مختلف حتى إذا بديك تقولي وقتل نحن عم نحكي عن منهج وقتل نحكي عن امتحانات رسمية نحن ميكون عم نحكي عن فلسفة تربوية يعني وقتل منحط نحن المنهج نسأل حالنا السؤال أي مواطن بدنا نعم طيب نحن بهالمنهج يلي موجود عنا يلي ما قدرين نغيره صحيح يعني بهذا المنهج اللي كمان بده تطوير وبده تغيير نحن عم نشيل منه حتى عم نشيل منه عم نشيل منه عم نفره وحتى وقتل أنا بيجو هلأ إذا بدي أحكي طب أنا كيف بدي أطلب من أشخاص يكونوا وعيين عم يعرفوا ينتخبوا عم يعرفوا يكونوا مواطنين صالحين مأنه نحن أزماتنا كل المتلاحقة فينا نحط الحق على الخارج بس كمان نحن منا مواطنين صالحين نحن أفراد أسكية نشحين متعلمين عنا مهارات علمية كتير قوية قادرين ننجح بالخارج بس نحن معرنا مواطنية المواطنية مفقودة معرنا أهمية لهالمادة اللي اسمها تربية مدنية تربية على المواطن يعني بس مش معرناها أهمية مفضينا من مضمونة هي شي كتير بعيد عن الواقع اللي عايشينه نعم وما يعني اللي بتدرسيه بالكتاب يعني إذا ما بعرف إذا بتشوفي ولا تسأليون بيتحكوا على المنهج بيتحكوا على الكتاب ما في شي من الواقع يعني وين إخدين طلابنا على أي مستقبل على أي عالم بدنا نخلق لوني في أمان في استقرار في فكر في ثقافة في معرفة في احترام للكيان الإنساني يعني قبل ما كان عنا تربية على المواطنية بس كان في عنا مضمون كنا عم نطلع حكمة مهنسين محامية نعم بهيد الخبرية هلأ يلي صارت ضربنا اتنين ما زدنا التربية على المواطنية والمنهج بمحتوى تفرع نعم دكتورة نحنا عم نحكي عن تغيير الكل عم يحكي عن تغيير وتغيير وتغيير شو يعني هذا التغيير وين رايحين يعني قدين احنا أدمغتنا اليوم مفرغة شو صاير فيها وعم نحكي عن تغيير إذا بالمنطق والحساب والرياضيات بدنا نحكي بالمنطق بدنا نحكي عن تغيير دعني حتى وقت اللي عم نحكي عن تغيير برجع ليلي صار سنت الماضي وسنت القبل بتلاقي كل التلميذ عم بيروحوا للبكالوريا الأجنبية يعني عم بيروحوا بكالوريا فرنسية وللأهلهم قدرين يحطوهم بمدارس نعم بتسمحلهم أما بتخولهم يكونوا عم بيقدموا هالامتحانات الرسمية إن كان العي بي أم إن كان البكالوريا وقت اللي منشوف الفرق بين مضمون يلي هني عم بيقدموا ويلي عم بيتقدم من المنهج اللي بنين بتسألي حالك السؤال نحنا لوين إحدين تميزنا يمكن نحنا هون من أنه هيدا نتيجة حتى وقت اللي منجي منفكر مين عم بيعمل المناهج اللي رح ترجع تنعمل أما يلي هلأ عم نطمح أنه نجدده قبل ما نشتغل على محتوى على مضمون لازم يقعدوا مفكرين فلسفة يحكوا أما يفكروا حطوا فكرة فلسفية أي مواطن بدنا وبس نقدر نعرف هيدا نقطة الأساس للانطلاق نقطة الأساس فلسفة تربوية بتحدد أي مواطن نحنا بدنا وأي بلد بدنا إذا بنكمل هيك نحن نكمل على بلد طائف يمو شارزم إذا غيرنا طريقة الفلسفة التربوية اللي بدنا نبني عليها المناهج طبعنا بعدين المحتوى ما في شي بيخترع يعني نحنا كله موجود في بس إنه بدنا نكون عم نختار وعم نحط حسب العمر حسب تطور الفكرة تطور الزكاء عند الطفل كيف ممكن ينمى وهون نحنا نكون عم نقسم المواد بس الأساس أي مواطن بد والتربية على المواطنية والتربية المدنية هيدول هن الأساس لنكون نحنا عم نرجع نبني إنسان ومواطن صالح بمئة سنة من عمر الوطن وصرنا أكتر من مئة قد قدرنا نبني هذا الإنسان وذكرته خرجنا أطباء مهندسين محامين ووديناهم عا كل العالم واليوم بعدنا عم نخرج طلاب بس كمانا بمحتويات مختلفة بعد هالمئة سنة بعد عندنا إمكانية ولا بدنا نستعين بالخارج نحنا بنينا لبنان بأنه عما صار في لبنان هو نتيجة للسياسة التربوية طبعا الانتداب نعم بأنه نحنا منعرف أنه كنا تحت بظل سلطة الانتداب وفرنسا هي دولة الدولة المنتدبة كانت عنا هي دولة بتاعته أهمية للتربية نعم وكانوا إن كان الإرساليات أما الجيش اللي كان موجود يلي هنا كانوا بنفس الوقت جيش وأسادسة عم بيكونوا علموا علموا الشعب اللبناني يلي كان عم بيروح عم مدارسهم يعني كانوا أكتر مدارس مدارسهم قيم الثورة الفرنسية الكبرى يلي هي بتعتمد على الحرية المساوات والأخوة فهيدا الشي خلى الشعب اللبناني يطالب بالاستقلال يعني نحنا إذا وصلنا للاستقلال هو نتيجة لسياسة تربوية كانت يمكن ضد مصلحة البلد المنتدب بس ما كانوا قدرين يشتغلوا بعكس أفكارهم يعني ما كانوا قدرين يقولوا نحنا منفكر شي ويطبقوا عكسه مش نهيك أخدنا الاستقلال للأسف وقت لتغير وقت البطل فيه انتدب نحنا استلمنا التربية يمكن الأشخاص يلي اشتغلوا على المناهج نقلوا مرات وأخدوا كتير واستوحوا من المنهج الفرنسي وكنا عطول نحنا ناخد عنهم كتير بس في شغل نسيو أنهم ما عملوا سياسة تربوية خاصة فينا فلسفة تربوية خاصة فينا تشبهنا بتشبه بلدنا بتشبه بيئتنا يعني من هيك هيدا المطلب اليوم الفلسفة التربوية الخاصة بلبنان بالشعب اللبناني وبالمواطن اللبناني اللي كمان اليوم حتى يمكن ضايع بهويته أو عم يتخلب كتير من الأحيان عن هويته اللبنانية وبيتبنى هويات أخرى تا يقدر يكون يمكن ناجح بخارج بلده قدى اليوم من خلال الاقتراع اللي صار بهالنهاية الأسبوع الماضي كيف كانوا اللبنانيين عم يتفاعلوا مع هذا الأمر هذا الحق الانتخاب اللي بيخول كل مواطن يقول أنا بدي حدا بدي هالإنسان وبده هالإنسان يكون عم بيمثلني يكون عم بيحمل صوته وقضيته قدى هيدا الشغلة كمان إلى تأثيره إلى تأثيره أنه حتى نحن شعب ما منعرف ننتخب ما منعرف نوقف بالطريق نصرخ نقول أتلونا دمرونا عملوا فينا ما بين عمل بس وقت يجي وقت الانتخابات مين فكر أنه أنا بدي انتخب مجلس ووظيفته يكون عم بيشرح نعم يمكن مشوعيين على هذا الموضوع يعني أنا وقت اللي بدي إجي حاسب يمكن أنا بشغلة مديرة بآخر السنة بيجي بقلة تفضلي لهون أنت رئيسة قسم كان مطلوب منك تعملي آ ب سيدة اشتغلت يوني بها الأربع سنين بها السنة اشتغلت يون إذا اشتغلتون بيقلي برافو تفضلي أنت اشتغلت يون رح جدد لك سن تجي إذا إجا لقيني أنا كلا ما عملت شغلة مزبوط أما اللي مطلوبين مني ما عملتون بديوا يقلي بيعتذر منك أنت ما نك قد المسئولية وأنا كانت مسئولة أو بكونت حملت مسئولية ونجحت أو لأ في عنا مجلس نيابة خلال أربع سنين الدسكريبتيف طبع الشغل طبعه يعني التوصيف طبع العمل طبعه يكون عم بيعمل أقواني طيب هال أربع سنين هال مية وعشرين يعني فيه استقال مية وثمين مية وثمينة وعشرين طيب عملوا شيئنون بسأل عملوا شيئنون الكابيتال كونترول عملوا شيئنون هاني شغلتهم يا عملوا قوانين عملوا لنا شيئنون عملوا شيئنون كتير غير لقوانين اتخانقوا بعدهم نعم وقفوا الشغل عملوا شيئنون طيب أنا وقتل بيجي بلاقي هاو كلهم ما حدا منهم قدر نجح بوظيفته هال ممكن ارجع قالوا ايه برافو كملس انت جاي بعطيك صوت بس نحنا الشعب ما عم نفكر هيك نحنا الشعب عم نفكر انه أنا مع هيدا ضد هيدا واذا أنا ما عطيت اسم صوتي لهيدا هيدا بده يكلني وبده يجي علي يعني بيصرف النظر هي أنا بدي انتخب مشرعين يا عملوا شغلون عملوا شغلون برافو ما عملوا شغلون ما لازم اجراء عطيون صوت بس ما حدا فكر هيك نعم وهيدي من المدارس فعلا بتعلم يعني الكر فكر باستفافات سياسية ما فكروا انه نحنا عم ننتخب اشخاص لنبني وطن بدنا يهون يشتغلوا وبناء الوطن بيبلش ببناء انسانه لهذا الوطن يعني الطالب واللي بيكون على مقاعد الدراسة اللي عم يتنشأ على قيم اخلاقية قيم وطنية قيم دينية لأن نحنا عنا الشق الديني كمانا له حيزي كبير بترجع اذا طلعت التلميذ بدون ما يعمل امتحان بدون ما يعمل شغله مظبوط وعطيتيش هذا انت كمانا عم بتبرريله اما عم بت هيدا التعليم بالمثل انه انت كمانا فيك تبرر لشخص ما عمل شغله وبتعطي تعطيش هذا وتعطي سيقتك لأربع ستين تينين من هيك ما عنا مشكلة عم تكرر اخطاءنا تتكرر من سنين لسنين يعني مثل ما انا تسامحوا معي انا رح تسامح مع غيري و و ومري ومري والقصة ماشية مش ماشية على قصة اقتناء اقتناء يعني حتى تطلع بكل المرشحين قليقل لما اقول ما حدا قليقل يلي تطلعوا عندهم رؤية عندهم تفكير عندهم مشاريع قوانين ام عندهم مشروع الكل تطلعوا انا انا ضد هيدا او ضد هيدا استفافات استفافات نعم والشعب عم بيقبل هيدا الحديث السياسي يلي هو غير مقبول نعم ما عم تكون مقبول يعني اذا بالمنطق نحنا ما بنقبل كل اللي عم بيصير بس نحنا باللا منطق عايشين وفعلا هيك يعني كأنه هالمنطق صار من صلب حياتنا اليومية بدنا نقبل كل شي اليوم حتى عم يتحدثوا عن غلاء بالمحروقات وسعر صفيحة البنزين رح يطلع فوق الخمسمائة ألف قديش هيدا الأمور نحنا اليوم بعدنا كمان عم نفكر فيها وقدرين نكمل بهيدا الشكل اللي نحنا مكملين فيه الشعب اللبناني مكمل مكملين يعني من ميلة بتلاقي فيه أزمة فيه موظفين بس من ميلة تاني بتلاقي الحياة مكملة الحياة ماشية بتروحي على المطاعم بتروحي على المولاد الناس يمكن عم بيشتروا بيوتير أقل بس الناس عم بيشتروا الناس عايشين فيه حياة ليلية صح بصارت فيه عجقة ناس و ناس ناس عايشة ناس لأ يعني هلأ العجقة عالطريق يعني ب بفترة معينة ما كنت تشوفي عجقة بس هلأ تمشي عالطريق فيه عجقة طيب البنزين غالي مفروض العجقة تكون يمكن عم بتخفش شوي صحيح يعني كل هذه الأمور اليوم عم نعاني منها وقعنا فعلا فيه في معاناة وفي ألم يمكن فيه ناس مش شعر أبدا باللي عم بيصير وفيه ناس حاملة الحمل لحالة وبدأ تكمل وهيك عم بتجر فيه يعني قديش اليوم كمينا الخارج من ناحية الطلاب اللي بدون يتعلموا وحتى كثير عن الدولار الطالبة وكان فيه تأخير بالدفع ومعاناة كبيرة للطلاب اللي عم بياخدوا منح للخارج وبيتها يكملوا تعليمهم وفي عندهم كلفة العيش يعني خارج الوطن قديش هايدي الشغلة من خلال كمينا وجودهم اليوم بهذا القطاع عم تتسهل وتتأمن إذا بدنا نحكي عن الطلاب وعن الأهل أنا بدي رد الوضع اللي نحنا فيه هلأ للتسعينات وقبل التسعينات كان التعليم بالخارج هو لفئة معينة اللي هي مقتجرة يعني كان الميسورين الميسورين إنه بينقال أولاده درسوا بره أولاده بالجامعات الخاصة كانت لفئة معينة للأسف في عنا هلأ رح يرجع يصير هيدا الاستفافات يعني في عنا جامعات رح بتصير لفئة معينة للأسرياء يعني فقط مثل ما المدارس نعم يعني المدارس السنة بعتقد مشوا بطريقة كانوا إذا بدي قول مثل الرجل عم بينازح بس سنة الجاي فيه قرار حازم لازم يكون عم بيتاخد أول مدارس بدها تخسر الجهاز التعليمي عندها المقتدر المتمكن وتبدله بأشخاص مبلشين لتكون عم بتخفف من المعيشات وما بقى رح تلاقي أساتذ بيه نفس المستوى يعني المستوى حتى التعليم بالخاص بده ينزل بده يتراجع فهون المدارس عندها خيار أو بدها تغلي لقصوتها وتروح تقبط بالفراش لتقدر تأمن لأساتستا دفع مظبوط والأهل بدهم يصيروا يعني إذا بيكتقول يالي كانوا بالمدارس كثير غالي رح ينزلوا للمدارس الأنقص بنأنقص رح ينزل يعني رح بيصير في نزوح انحدار رح نكون باتصال مع سيدة هلا مرعب الاستشارية بالمحاسبة وإدارة المدارس لكمانا هي من الناحية المالية تقدر تحطنا بهذه الصورة بس يصير حاضر الاتصال أكيد نحن من نكون عم نفوت بهالمداخلة لأنه ركزت علي دكتورة ندا هيدا شغلة اليوم مهمة وأساسية هذا الانحدار بسبب عدم الإمكانيات يعني القدرة المتدنية أكيد القدرة المتدنية رح بتأثر ورح بيصير في نزوح يعني من مدارس لمدارس أقل أقصات حتى من الجامعات الخاصة للجامعات الرسمية وهون لسنت جاء بعدنا بالفراغ يعني ما حدا عارف حالوين رايح ولا كيف رح يتحدث الموازنات نسمع أستاذي هلا ألو ألو صباح الخير صباح الخير يعطيك الألو ألو ألو عم تسمعين ناسي وقالكم كمان عم تسمعكم صباح الخير للدكتور ندا كمان أحمد الله حكيت دكتور ندا عن القدرات وأنت كمان يعطيك ألف عافية نحكي عن الإمكانيات والقدرة عند الأشخاص اللي اليوم عن جد بطلوا قدرين يحطوا أولادهم بمدارس أو حتى المدارس بطل عندها القدرة لدفع مستحقاتها لإمكان لموظفين أو لأساتزيتها كاستشارية بالمحاسبة وإدارة المدارس فيك تحطينا بهالصورة لتكون واضحة بالنسبة لألنا أكتر أول شي بدي أرجع كرر صباح الخير لأليك صباح الخير لدكتور ندا ولكل المستمعين ما بدي بلش الحكي بتشيئهم ولكن هيدا الواقع نحنا بكارثة التربوية نحنا قطعنا النفق المظلم وصرنا بأبشع صرنا بمطرحة كتير بشع لبنان خسر أهم الكوادر التعليمية اللي موجودة فيها اللي فتشت على فرص عمل من بداية العام الماضي بخارج لبنان لأنه التقارير كلها بتقول أنه دول برا عندهم كتير نقص بالكادر التعليمي بالمعلمين حتى في دول عندها كلمتين تلميذ معلمة هيدا الشي اللي منلاقي أنه في قصدي بلبنان خليهن يتجهوا صعوب لبنان ويقتنصوا للأسف أهم المعلمين وأهم أدمغة التعليم باللبنان وآخرون وهيدا خسارة كتير كبيرة للبنان هيدا أول خسارة ما عم يقدروا يحافظوا عليها المدارس هو خسارة المعلمين الكفؤين يلي تعبت المدارس وهن تعبوا على حالهم لتحضيرهم لسنوات طويلة اللي صاروا بالكفاءة يلي بتميزنا عن غيرنا باللبنان بالنسبة للتعليم أكيد الموجودين ممتازين وفي عنا بعض كتير معلمين ممتازين ولكن خسارة كبيرة اللي صارت حتى بخلال العام يلي نحنا فيه هلأ صار في خسارة كبيرة من الأسات زي ترك وفل والإدارات ما قدري توقف بوجهن لأنه منا قادرة تعطيوهم يلي هني بدون نين بس ودي أعطيكي مثل أنه كان الأستاذ راتبه بقبل هيد الأزمة كان راتبه يتراوح بين المليونين ونص والأربع عمليين دير بمعدل عام يعني 3000 دولار إلا شوي اليوم راتب الأستاذ بين المية والمية وخمسين دولار ما بيكافي يدفع مطر الكهرباء نهيكي عن البنزين نهيكي عن كل مصاريف الحياة هيدا الأستاذ كيف بده يكمل كيف بده يعطي كيف يفوت على صف ويعطي هيد أول كارثي تاني كارثي الأهالي منهم قدرين يدفعوا أقصاط شركات سكرت مؤسسات أقفلت وموظفين الدولة ما عاش ما عاش بكافيون يروح بنزين وأنا بدي أقول هون بعكس ما عم بتقول كل العالم أنه لبنان كأنه ما في أزمة في عشرة بالمية بس من لبنان يلي هني مبينين كأنه ما عندهم أزمة هني لبنان ما عنده شي اللي يروح يقعد بالمطعم وهني قلي قليلة يعني عشرة بالمية وهي الصورة ما بتدل أنه لبنان وضع مرتاح هيد بتدل أنه لبنان بأزمة يقعد والمطعم ما عندهم شي يعملو بنقول على الشيء الثالث اللي هو وضع المدارس المدارس بدأ تحافظ على أستاتيستا بدأ مدخول المادة والمدخول من الأهل والأهل منهم قدرين وحتى بالقانون إذا بدأ تجي المدارس تزيد بالقانون لتاريخ هذه اللحظة ما بحق إلا تزيد على الأهال بغض النظر إذا قدرين يدفعوا يا ملاء لأنه بعده راتب الأستاذ هو الوحيد يلي ما تصحح وبذكر كمان وحكيت بحلقة مع للأسف أكيد وكتير أنه طلع طلع قانون بتعديل الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 675 لمليونين ليرة بإضافة 1.325.000 مبارحة كل التقارير بتقول أنه ما زال مدرج بأدراج ما زال مخبأ بأدراج وزارة المالية وما حدا بيعرف لي ما عم يفرجوا عنه مين ما عم بيخلي هذا الموضوع يفرج عنه ما حدا بيعرف إذا المليون و325.000 للأجور ما أفرجوا عنه شونه هيكي عن تصحيح الوضع للأسادزة يلي هو بيخلي الموازنة ترتفع يلي بيخلي الأقصاص ترتفع لذلك نحن قدم وضع ضبابة قاتم مجهول أنا هلأ قبل شوية كنت عم بحكي وعم بقول أنه نحن عام الدراسة المقبل ممكن ما يقلع بكل الجهود اللي عم تعملها وزارة التربية بكل القيمين على هيدا القطاع للأسف ما عم بيقدروا يعملوا شي لأنه البلد كله منهار ولكن إذا نهارت التربية في لبنان نهار لبنان لأنه نحن كل عمرنا عايشين على الأدمغة وتصدير الأدمغة وعلى أنه لبنان هو مدرسة الشرق نحن اليوم صرنا شو بدي يقول أتعص بلد بالقطاع التعليمي في لبنان المعلمات بيقولوا لك نحن نروح نقعد بالبيوت كانت تجيب مساعدة لقلالة تربي لأولادة بالبيت تاخد 150 دولار اليوم المساعدة بتقبض أكتر منها صحيح نعم نعم تقعب بالبيت تقعب لأولادة فنحن خسارة فوق خسارة فوق خسارة وصلين لنفأ قطعنا النفأ المزلم رايحين على نهوار كتير بشع مثل كل الناس عم نحضر المرشحين لنشوف شو مشاريعهم استحلات حدا يطلع يحكي بالقطاع التربوي أو مشاكل أو حلول لإله وكأنه هذا القطاع ما بيعنيهم لأنه ما بيطلالهم المساري هذا القطاع عم بيدمر لبنان لقدام عامين بدون يعملوا نواب عامين بدون يعملوا مسؤولين ووزراء ورؤساء على مين على شعب بدنا نرجع للإقطاعية بدنا نرجع لمالكين الأراضي والفلاحين هذا اللي بدون يردونا إذا بدنا نحكي القانون بمطرح آخر بس نحن اليوم أبعد ما يكون عن القانون وتنفيذه وللأسف المدارس تعاني يعني ما بعرف كيف هذه السنة مثل السحر قطعت في كان في انتخابات مثل ما قلت لحضرتك في كتير مرشحين ساعروا بعض المدارس المتعسرة مزود قدموا أقصى الطلاب بس انت اجي شو رح يفلوا على بيوتهم اللي رح يطلع ما حيقعد سقلين واللي سقط ما رح يرجع يطلع بهذه المدارس صحيح يعني عشق 16 مدرسة بالقاء تفضلي نعم نحنا منفكر ديما بالحلول المؤقتة الانية ما عنا حلول على المدى البعيد وحلول مستدامة يعني اليوم اليوم من ناحية مجالك يعني كاستشارية بالمحاسبة وإدارة المدارس قديش هايدي الشغلة كمين عم تعانوا منها على مدى سنوات مضيت ولهلأ ولا الأزمة بلشت بوقت اللي نهار البلد كله تحديدا بلشت الأزمة تحديدا طول براسة من 2015 بلشت بشي خفيف بال2011 من وقت ما بلشت الحرب بسوريا وقت الاجه النازحين السوريين ولكن بهذه الفترة كان فيه مصاري عم تدخل على لبنان لتعليم السوريين وخاصا بالقطاع الرسمي واستفاد منها القطاع الخاص لأنه قدروا يستفادوا بال2015 انحصر المساعدات للسوريين يلي فاتوا على المدارس بكسافة وأخذوا ولكن هذا واقع أخذوا كثير من طريق اللبنانيين بال2015 بلش الوضع الاقتصادي يتأذم وطل هذه الأزمة بلش الأهل ما يقدروا يدفعوا كنت تلاقي مدرسة فيها ألف ولد من النادرة تلاقي باي منه قادر يدفع كانوا الكل يسكروا أقصاطون كان يصير في حسومات كان يصير في مساعدات ولكن بشكل كثير قليل من النادرة تلاقي عائلة مانا قادرة تدفع بال2017 اجت سلسلة الرتب والرواتب بلش المشاكل لأنه ما قدروا الأهل حملوا الزيادات يلي الأعباء اللي ترتبت على هاي الزيادة على الأقصاط ما قدروا اتحملتها من المدارس من الوفر يلي كان عنده عبر السنوات يلي قدروا لمبالغ طعوي مبالغ وقفعت كل شيء مع المدارس بمعظمة بمعظمة ما بقى عنده سيولة ما بقى عنده ما صار تقدر تكمل صار 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 بعجز الجمعيات صار تملك مدارس صار كمان بعجز في بعض الجمعيات باعة أراضي وهيدا من نحكي هيدا واقع لأنه أنا على الأرض عم تابع كل الأمور بتفاصيل غير الحكي تنظير عن بعيد وصلنا للألثان وتسعة عشر يلي قانت الأزمة ضربة القاضية يلي أصفت ظهر التعليم في لبنان أزمة كورونا والإنهيار الاقتصادي الحاصل يلي وصلنا اليوم للأسف يعني هالأزمة تتكرر ومن سنة لسنة هالقطاع كمان ما في معالجة يعني المعالجة صارت شبه مستحيلة اليوم إذا عم قدام هذا الواقع اللي عم توصفه لنا ست هالأ الشغلة بتحزن بتحزن وما في حتى ما في بواب أمل دكتورة ندا قداش بتوفق ست هالأ اللي عم بتقوله يعني المحامية الأستاذة هالأ يلي حكيته بعتقد قالت بالأرقام يلي أنا كنت عم بقول عنه تربويا يعني هاي دول الحديثين هني بيتكاملوا إذا بدي كتقوله هي كانت عم تعطي وجهة نظر الشخص اللي موجود على الأرض عم بيشتغل مع إدارات المدارس على الموازنات فبالفعل نحنا رايحين على انهيار على أبعد من التونير اللي زكريتك أبعد من التونير أستاذي هلا نعم أستاذي هلا تعني ختم تعني ختم نحنا وياكي يعني هكي خلاصة وبهالأسبوع ما فيه استحقاق جاية بنهايته رسالة بتوجيها اليوم كاستشارية بالمحاسبة والإدارة بالمدارس بدي وجه رسالة لكل القيمين على القطاع التربوية اللي هني عم بيقوموا بكل ويش بيتهم لغير القيمين على القطاع التربوية على المسؤولين بلبنان بشكل عام من رأس الهرم إلى أصغر مسؤول لبنان التربية بلبنان مش عم بتنازع صارت ميتي إذا ما جربتوا تعملوا مؤتمر تيرك كبير يضم كل المسؤولين مع مسؤولين من الخارج مع جمعيات مع كل اللي ممكن أنه يساعد لنهوض التربية باللبنان والمحافظة على الأستاذ باللبنان اللي هو الشخص الوحيد اللي بتقوم على التربية باللبنان لأنه هو اللي بده يعلم إذا ما قدرتوا تحافظوا عليهم ما رح تحافظوا على البلد ودايما أنا بقول ذات الحكي بكل مؤابلاتي نحنا ما رح ندفع تمن اللي عم نمر فيه هلأ إلا بعد سنة واثنين بعد أربع سنين هلأ الولد يلي بالبروفي يلي عنده امتحانات وبعد ثلاث سنين رح يصير بالترمينال ويتخرج على الجامعة حيكون كتير متعسر تعليميا كتير متعسر بنفسيته يلي أطعى عليه يعني ما حيكون عنا هاي دي النوابغ يلي كانت سابقا ما حتكون موجودة رح يكون القطاع التربوي حيكون في مناطق ما فيها مدارس وأنا دايما يؤخذ علي أنه أنت ما عندك إلا بتحكي بالمدارس المجانية وأنا بتظلني أحكي هيدا الموضوع يلي بيعتبره قضيتي يلي في مية وستعشر ألف ولد في لبنان عم بيتعلموا بهيدا المدارس يلي الدولة ما عم تطلع فيها يلي بعده قصة اليوم تاخد من الولد مليون ليرة وقصة مؤجل من الدولة لخمس سنين لقدين مليون ليرة يلي هني مليونين ليرة وهيدا المدارس موجودة بمناطق نائية بمناطق جبالية بمناطق ما فيها دولة ما فيها حدا هيدا المدارس شو ما صير اليوم بظل هيدا الأزمة اللي نحنا عم نعيشها رح نوصل على مناطق ما فيها أبدا مدارس لازم يوعوا كل المسؤولين إذا كانوا فعلا مسؤولين يوعوا لوين نحنا واصلين ينقذوا تربية بلبنان يوقفوا حد إدارات المدارس حد الأهالي وحد المعلمين لأنهم هني القادرين وبيقيلوا نصف السلطة يزيحوا يعطونا السلطة إلا نحنا نعرف نشتغل بس نحنا مش بإيدنا شي وإلا لبنان لو شو ما عملوا لو شالوا غاز ولو شالوا نفط ولو في سياحة ولو رجعت لبنان مستشفى الشرق كله ولا شي مقابل أن التربية ترجع بلبنان صحيح يعني هيدا شي مخيف هيدا جوهر الموضوع اليوم نرجع لشو من خرج قد من خرج ناس فعلا مليانين مليانين علم وفكر وثقافي وقيم أنا بدي أشكرك سيدة هلا مرعب على حضورك معنا شكرا على هذا الشرح المفصل للواقع اليوم اللي بيحزن وبيحزن كتير شكرا من جديد شكرا كتير لألكم يعطيك ألف عافية شكرا دكتور الندى برجع لعندي كان اللي قلتنا يهي مخيف بيخوف بيخوف وكلنا محمسين اليوم ورايحين وعملين مهرجانات ومنقول عرس انتخابة ونحن يا لطيف رح ننشيل الزير النلبير ورح نغير واقع مر بس فيه أمر من هالواقع اللي عم نمرق فيه التربية عن جد التعليم هلأ بنفق كتير مزلم حتى الجامعات حتى الجامعات عم بتعيني يعني الجامعات يلي بدت تستمر نقلت على الفراش الجامعات يلي ما نقلت على الفراش أما عم بتجرب تحط قصم من القصة طبعة بالفراش رح بتعيني وعم تخسر كمان من طلابهم من كوادرة لأنه اليوم هل المعلمين الأساتذي كلهم بالنهاية بدون بدون أجورهم وأجورهم كما يجب لا يقدروا يكملوا بمهنتهم يعني آخر شي قالوا وقت حتى الأب سليم دكاش وقت الطلب من طلاب يدفعوا 250 دولار فراش قال لهم أنا خسرت كتير أساتذة وإذا ما حسن الوضع سأخسر بعد أكتر والخوف من الموجة التانية الموجة الأولى فقطعت قطعنا بأول موجة سنة الماضية على بداية السنة تانية موجة كانت بين فصل وفصل يعني فيه أشخاص كانوا ملتزمين تانية فصل كملوا من بعد جربوا كملوا موجة أشخاص عم بيخادروا وهلأ أدمين على موجة ثالثة يعني السنة المقبلة راح تكون متأزمة أكتر من هاللي ما رأيت إذا ما صار فيه إعادة نظر بأجور الأساتذة والمعلمين أكيد أدمين على أزمة وإذا التلميذ والطلاب ما قدروا يدفعوا كمان هن أدمين على أزمة يعني كيف ما برمت الموضوع في أزمة حلال الاتكال يمكن على المنح على المساعدات وهون أنا يمكن من أنه بالجامعة اليسعية بعرف أنه رئيس الجامعة ما عم بيهدى ما عم بيهدى من بلد لبلد ليأمن منح ليأمن مدخيل ليأمن منح لنقدر نستمر من أنه نحن بيظل أزمة كتير أسية على الناس على على كل القطاعات من حتى المستشفيات عم بيعانوا من هالأزمة ما بدي بس روح على حكينا عن القطاع التربوي يعني اليوم معايناتي كبيرة والأساس يعني منبني على هذا القطاع منبني عليه لنقدر نكمل ببقية القطاعات يعني إذا ما حصلنا وتعلمنا وتخصصنا كيف منبني بقية المؤسسات وبقية القطاعات بداية حديثة كانت نحن عم نعاني من إباد للأسف يعني وصلنا لهذه المرحلة اليوم بدنا هيك شوية أمل وشوية تفاقل تنرجع ننطلق من جديد في شي هيك بلوح عندك بشي مطرح تقدر تعطينا تعطينا هيك نفس نفس بالعكس نقدر نكمل لنقول مبلغ أنه بدنا نكمل حتى لو بيظل كل هذه الظروف أنا بلاقي الأمل هو بعد عند كل أستاذ أما كل معلمة موجودين بالصفة عم بيعلموا اليوم هن الأمل لبكرة لأنه ما بدي نروح يمكن كل حدا كان عنده ظروفه بس الأساذ يلي بعضهم واقفين برغم كل هالظروف يعني إذا بتجي بتشوفي في أساذ زي بيقولك أنا إذا بروح بشتغل غير محل بقبض أكتر دعان علمات يعني مثل ما قالت يعني التشبيه يلي عملته كان كتير قريب من الواقع بس كل الأساذ بعده عم بيجي عالصب وعم بيعلم مع أنه ما اعتبر التعليم رسالة الأساذ يلي السنة خلصوا السنة يلي علموا في لبنان فينا نقول عنهم هن عن جد رسول يعني هاي دي الكلمة بتنطبق عليهم يعني رغم كل الظروف ورغم كل التحديات ما استسلموا قاوموا متل ما هنه قدرين يقاموا باعتقد المقاومة بتكون مش فقط بحمل السلاح والأساذ هنه المقاومين الفعليين بهيدا البلد والاتكالة عليهم يعني هم بتوجه للأساذ زي أنه أنتوا قدرين تغيروا ما تكتفوا فقط أنه تعطوا مناهج أما تعطوا المواضع نحنا الولاد يلي بيجوا لعنا هنه عجينة نحنا قدرين متل ما بدنا نكون الأفكار يلي نعلمون يفكر وأكيد ما بدي ما عم بقصد أنه نخليون يتطبعوا بأفكارنا أما بقراءنا السياسية الدينية شأن أبينا رح نتأثر بكل حدا عم يعلمنا يعني الأستاذ نيمة أنا بيترك فينا أثر وانتباع وقديش ما نحب وقديم نتعلم مش كل الأستاذ الأستاذ يالحي يعطيك تفك بعلمك تفكري وبيحكي ما عايق بموضوع بأنه في كتير من الأستاذ بيعتبروا أنه لأ أنا بدي خلص المنهج وما بدي أخد هل نتفة الوقت كون عم بيحكي فيها عن أمور صايرة بالحياة الاجتماعية بالحياة العامة بس ضروري أنا أكون عم بعلمهم كيف يفكروا كيف يخدوا قرار ويعرفوا يشوفوا الصح من الغلط ويميزوا نعم يعني هذي شغلة ضرورية وأساسية ومهمة لنوصل اليوم لمرحلة نقدر عن جد نغير ونعرف نختار بشكل صحيح الأشخاص المناسبين ليكونوا حاملين مشاريع عم بتكبر الأنسان حتى اختيار الاختصاص يعني كثير مرات نحن إذا بتقول التعليم عندنا وجهة كثير للمواد العلمية بس علم بدون إنسانية بدون إنسانيات مهين على خراب البشرية فكتير منيح إنه نرجع نوجه الطلاب للمواد الأدبية لأنه نحن قادمين على مرحلة ما بقى في أسادزة يعني هلأ الأسادزة عم بيروحوا بس حتى بالاختصاص يعني بتلاقي فيك في عندي كتير اختصاص علمية بس الاختصاص الأدبية بتوجه للتعليم يعني فلسفة أدب هيدول ما فيون كتير طلاب يعني نحن كمان هيده موات شوي صعبة تعتبر يعني اليوم الطالب يمكن عم مستسهل أو بيفكر بس أنا كيف بد أعمل فلسفة تربوية يعني البلد لينبنى بده فكر ما بيكفي يكون عندي طبيب ما بيكفي يكون عندي مهندس ما بيكفي يكون عندي محامة أنا بدي فكر بدي فلاسفة يعني إذا الحضارة الإغريقية بعدنا لليوم ندرسها هي ما أنه كان عندها فلاسفة مهمية ما في بلد ما في حضارة كبيرة إلا ما كان بأساسها في مفكرين وفي فلاسفة وفي أدباء فخلينا ما نخسر يعني نرجع نرد لبنان جبران لبنان أمين معلوف إنه هني لمعوا يمكن أسميهم هني أدبيين يعني بلا ما يفكروا الأهل أنه خلينا نوجه على العلم على فينا كل ولد عنده موهبة حسب موهبته لازم الأهل يشجعوا أنه أنت بتحب تكتبوا على هيدا المواد بدنا مفكرين عزمة يرجعوا نبني فيهم وطن نبني فيهم ثقافة أو بنحافظ على قرسنا الثقافة وقرسنا الفكرة يلي وردنا نحنا من يلي سبقونا نعم إن شاء الله يكون عنا هذا الوعي وهذه اليقظة لنقدر نلحق حالنا لأنه عن جد الأمور دقيقة وحساسة وصعبة عن تسبقنا وعن تسبقنا بدنا نحاول قد ما بنقدر نستفيد من الوقت والرب بارك بكل التقات والمواهب اللي قادرة تغني فعلا تغني إنسان تغني مجتمع وتبني وطن لأنه نحنا هيدا اللي بيأمس الحاجة لأله بدأ شكريك دكتور الندم عوض رئيسة قسم اللغة العربية وأدابة بجامعة القديس يوسف على حضورك معنا شكرا لضيوفنا شكرا لأستاذي هالة مرعب شكرا لأستاذ توني ناصر شكرا لألكم أحبين تابعتونا بهالوقت شكرا لفريق العمل كنتم عم تسمعونا عبر إزاية صوت المحبة عم تشوفونا من خلال شاشة تشاريتي تيفي إلى اللقاء بكرة إزا قدرات بحلقة جديدة تيكون هوينا هويكن ومن خلال هالهوى نقدر نوصل رسية لكتير تفيدنا وتفيد كل اللي عم يسمعونا شكرا من جديد وإلى اللقاء اشتركوا في القناة